الأخت شمّة من أم القيوين تقول أحيانا في وقت فراغي أكتب روايات خيالية من خيالي هل يجوز لي أن أكتبها تقول أقرأ روايات أيضا لها صلة بالجن والشياطين و الكاتب يقول بأنهم جزء من عالمين و موجودين هل يجوز مثل هذا و أحط يعني هذه روايات أضعها مثلا أختي شمّة من أم القيوين بارك الله فيك و رضي الله عنك أول نقطة الفاضلة نحن أمرنا الله و أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن نستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم كيف الآن نذهب إلى روايات عن الشياطين و عن الجن إذا قرأنا القرآن نقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذا دخلنا المرحاض نقول اللهم أن يعوذ بك من الخبث و الخبائث إذا حلمنا حلم مفزع نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا حصلنا شيء في الصلاة وسوس شيء نقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذا فزعنا من أمر نقول أعوذ بالله السميع العليم الاشيطان الرجيم كيف الآن جب روايات في بيتنا عن الشياطين والجن هل يعقل هذا يشمى هل يعقل أني أدخل روايات عن عالم الجن وعالم الشياطين ويزعم كاتبها والله بأن هذا عالم موجود ونحن نتعامل معه موجود هذا أمر مفروض وكذا طيب مفروض موجود لكن نحن أمرنا بالاستعاذ به و الابتعاد عنه و أن لا يكون لنا صلة به و أن لا يكون لنا طريق إليه ما يصرح يا شمه بارك الله فيك و رضي الله عنك هذا أمر غاية في الخطورة الإنسان يستعيد بالله تعالى من الشيطان و من طرق الشيطان و من وسائل الشيطان و من أسباب إضلال الشيطان كيف أقرأ روايات عن الجن شوف كتاب الله عز وجل كيف ذكر إبليس و ذكر الشياطين و كيف نتعامل معهم بالاستعاذة و باتخاذهم عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو عدو الشيطان عنده خطوات يضل فيها ابن آدم أما الروايات فالرواية اللي يعني صادقة فيها خدمة للمجتمع تكتبين رواية للأطفال تأخذين مثلا تأخذين قصة مثلا أنس بن مالك و خدمة للنبي وسلم وتصغين صياغة جميلة طيب إحنا محتاجين مثلك يا شمة روايات يعني يستفيد منها الناس روايات ينتفع بها المجتمع روايات تنفع الدولة و البلد أما خيال هكذا من نسج الخيال ما يضيف إلى الناس إضافات هذا ضياع للعمر نزيف في الوقت اكتبي الشيء بارك ما دم عندك القدرة فرصة طيبة أنك تسهمين تضيفين إلى المكتبة إضافات جميلة و جيدة و نافعة من خلال الشيء الصحيح شوفي قصة أنس مثلا شوفي قصة عبد الله بن عمر شوفي قصة مثلا العلماء كيف نشأوا مثلا البخاري رحمة الله عليه كيف لما كان صغير قصة البخاري هو صغير جميلة و رائعة فيها مواقف لما ذهب بصره مثلا و أمه دعت الله عز وجل و رأت في المنام رؤية إبراهيم عليه السلام يبشرها بأن بأن ابنها قد رد الله عليه بصرة مواقف عجيبة عندنا قصص جميلة حتى في عاداتنا و تقاليدنا تسألين الوالد أو الجد مثلا يعطيك أشياء جميلة تتناغم و تتفق و تنسجم مع شريعتنا و اللهم كلها خير يعني قيم قيم جميلة هذا اللي أنصحك في بارك الله و فيك